بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في كمان طرق تانية انك تقدر تحمل بيها الفلدرات بتاعتك او الملفات بتاعتك وهي اني هيعرض عليك طرقتين طريقة ممكن تكون معروفة لأي حد وطريقة تانية ممكن يكون جديدة شوية علينا الطريقة التقليضية اني باخفي الفلدرات بتاعتي المهمة من داخل الويندوز نفسه يعني مثلا هافتح الويندوز بالهي نيو او ماي كمبيوتر بلاقي حاجة زي كده طيب انا عايز في ملف معين عايز اخفيه خالص بعمل ايه هاخد مثلا ملف زي زي فري ليرنز ده باجي اجي علي كليكي مين بروح على بروبوتز او بروبوتر او بروبوتز وباجي بقول هدن بقول ابلاي بقول لي انا هعمل كل ده على الفولدرز والسوب فولدرز والفايلز اللي جوه الفولدر ده اقول له اوكي. او كي عشان بستخدم فيقول لي المولفع بتاعك قل له او كي الكلام ده كل مش هتلاقي على لو انت الشغال مش هتلاقي هتلاقيه على طول بيقول لك اوكي. عندي فين الاختفى خالص. طيب انا عايز اجيبو. اجيبو apronين? وعايز اظاهره. في حاجة هنا في حاجة اسمها باجي على اه وبعدين بضغط عليها وبلاقي نفسي دخلت في مربح حواري كده. بروح على قايمة وبقول له هو اه هو يعني هو المفروض هو المفروض هيكون كده الديفولت بتاعه. انا ممكن يكون عندك كده. ممكن يقول لك. بيقول فهو لو لو شو هيدن فايلز انت بعد ما ما تكون خفية الفولدر بتاعك بيكون بظاهر لك بالعلامة دي. انا هكبر شوية. ظاهر لك شفاف كده عن عن اخوات الفولدرات. فما بجرد ما انا بخش على فولدرز اند سيرش اه اوبشنز. واروح على فيو بقول له دونت شو هيدن فايلز بروح بقول له ابلاي بروح فيه لخالص الفولدر. شايف? هنا خلاص كل اختفى. طيب انا عايز اعمل اي تاني? انا هرجع دي بقى خلاص عرفنا لطريقة دي فانا هرجعه زي ما كان. واشيد الهيدن. بقول له ابلاي. بقول لي هطبقك على كل اللي جوه. بقول له ماشي. اوكي. في طريقة كمان مبتكرة شوية يمكن تكون جديدة او مش جديدة على الناس معينة. فبعمل انا هعمل مسلا بره على سطح المكتب كده. اه فولدر وهسميه مسلا فري ليرنز. دوت كوم. انا كتبت بالعربي. بالطريقة دي. طيب انا عايز اخفي الفولدر ده خالص. ما شفوش خالص. بعمل ايه. بعمل تلك يمين عليه. وباختار من بروبيتز. او بقول له هدن. دي خلاص معروف. لا انا فيه حاجة تانية. ممكن اعمل من الكاستمايز شينج ايكون. ممكن اخلي ايكون شفافة. يعني ممكن اعمل هنا ايكون شفافة خالص. الفولدر انتهى. مش موجود. طيب انا كمان عايز انهي. او اضيع خالص الكتابة دي. انا ضيعت الكتابة دي وقالت ديليت. مش هتروح. ليه? انه ما ينفعش فولدر. يبقى مغير اسم. فالله هيحصل دلوقتي. فانا بعمل عليه كليك يمين. وبقول له. وبعدين بعمل كليك يمين تاني عليه. بعد ما عملته على كله. بقول له انسيرت. يوني كود كنترول كاراكترز. باختار اول واحدة. يبقى ليفت رايت مارك. بص هنا. لما اول ما عملت. خلاص. فين الفولدر مش موجود. بس هو طبعا موجود. يعني مجارد ما عملت كده. هو موجود وليه كمان مساحة. يعني انا عملت. مش هكده. هو مساحة وموجود. هو موجود فعلا. وكمان ممكن اسميه. ممكن كده. بس تضغط عليه هو. تقول له مسلا اي حاجة كده. هو هيسمه لك. فده كانت طريقة برضو يمكن متقرة شوية في انك تخفي الحاجات المهمة منها على جهازك. الفيديو الجاي هخش على بعد ان شاء الله. السلام عليكم.